وقفة احتجاجية بمحاذاة باب الأصباط نظمها ناشطون مقدسيون تعبيراً عن استيائهم من تمادي قوات الاحتلال في سياساتها تجاه المسجد الأقصى خاصة الاعتقالات المنفذة ضد حراس الأقصى وإبعادهم والناشطين عن محيط الحرم القدسي لاعتراضهم على اقتحامات المستوطنين ومساعي إسرائيل تغيير الوضع القائم بشأن الحرم الشريف وخلال الأسبوع الماضي أعلنت سلطات الاحتلال عن هجمة شرسة على قطاع التعليم العربي في القدس وثارت ثائرة أولياء أمور الطلاب مع علمهم بنوايا بلدية الاحتلال إغلاق مدرستي القدس الإعدادية للبنين والقادسية الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة والاستيلاء عليهما ويقدر بأن بلدية الاحتلال تنوي الاستيلاء على مباني بعض المدارس الحكومية بغية تهويدها كما أوردت مصادر صحفية إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال تنوي إغلاق مدارس الأنروا في القدس الشرقية تمهيدا لتنفيذ خطة رئيس بلدية القدس الأسبق الذي تعهد بإخراج المنظمة الأممية من المدينة ومنعها من العمل فيها علما بأن الأنروا لم تترقى أي خبر رسمي بعد من الطرف الإسرائيلي وعلى صعيد آخر اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس الشرقية خلال احتفالية أقامتها الأخيرة لمناسبة اليوبيل الذهبي واعتدت عناصر الاحتلال على المتواجدين في المكان وأصدرت أمرا بمنع استئناف الاحتفالية وعللت وزارة الأمن الداخلي قرارها بأنه جاء على خلفية حضور شخصيات من السلطة الفلسطينية هذا الاحتفال وعلى خلفية مخططات التهجير والتهويد والاستيطان خاصة في حي الشيخ جراح وفي بلدة العيسوية التي تلقت أوامر هدم بالجملة للمنازل والمنشآت التجارية أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين فيه المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية معربا عن قلقه تجاوز إسرائيل القانون الدولي الذي يمنع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة لبرنامج القدس إيمان جبور قناة الغد